السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنواصل اليوم إن شاء الله بقية الشبط الرقم 7 الشبطر هذا اللي هو عنوانه distributed forces, moments of energy طيب المحتوى متعة المحاضرة الرابعة هذه من الشبطر السابع حتكون أول شيء radius of generation of an area بعدين حنشوف moments of inertia of command areas حنبدأ بشرحة radius of generation of an area لو نأخذ مثلا المساحة هذه اللي هي الاريا أكيد مثلا نعتبر أن نحن معارفين ix متاحة يعني المساحة هذه اللي هي مسحتها area المومنت في نرشي حول المحور ix يعني بتكون معروفة لكن نفرض مثلا أن المساحة هذه كلها الاريا هتكون مركزة في المساحة هذه يعني هتكون المساحة هذه هي نفسها لكن بتكون مركزة بشكل يكون مستقيم والشكل هذا يكون يعني يعني ما عنده عرض طويل يعني بيكون عرضه قصير جدا طيب حيكون عنده بعد على المحور x حيكون يعني kx وطبعا نفسه بمنها نفس المساحة هيكون عندها نفس ix طبعا في الحالة هذه بيكون يعني لازم تكون المساحة هذه بتكون موازية للمحور x وعندها نفس القيمة امتعة ix طبعا هيكون العلاقة ما بين ix والkx square في الاريا يعني ix هذه هتكون kx في ال square في الاريا الكx اللي هي هنسميها radius of duration يعني إيش يعني المقصود بيها نص القطر أو الشعاع يعني نص القطر يعني هذا يمكن يسوي دوران على المحور x يعني يكون هذا هو نص القطر هذا هو radius of duration يمكن نستنتج القيمة بتاع kx بتكون يعني ix على الاريا بمنها square بتكون تحت الجذع يعني kx بتكون ix على الاريا يعني تحت الجذع التربيعي هذا هو القانون بتاع radius of duration لكن حول المحور x طيب هنشوف الطريقة كيف لما يكون مثلا similar to مثلا y axis نفس الشيء يمكن نعتبر أنه المساحة هذه الاريا عندها i y امتاحة طبعا هناخذها مساحة ثانية بتكون نفس المساحة اللي هي هذه لكن بتكون مركزة بشكل مستطيل المستطيل هذا بيكون عرضه متاعه يعني ما هو كبير جدا بيكون يعني عنده مساحة مسافة ما بينها ما بين المساحة هذه وبين المحور y هي k y طبعا هذه عندها i y قيمة i y هتكون المسافة هذه قوة 2 في الاريا طيب نستنتج الky اللي هي تحت الجذر متاع ال i y على الاريا هذا هو يعتبر ال radius of geration لكن حول المحور y طيب إذا كان نفس الطريقة حن يعني حنسوي عملية تركيز نفس المساح هذه لكن تكون بشكل دائري وشكل دائري علشان يكون حول النقطة أو علشان نتكلم على الطيب k أو اللي هي المسافة ما بين المساحة هذه المركزة اللي هي k طبعا على طول g أو حتكون k أو سكوير في الأريا نقدر نستنتج أنه k أو تساوي g أو اللي هي polar mode اللي شفناها يعني في المحاضرة اللي فاتت نقسم على نفس المساحة طبعا هذه المساحة هي نفسها تحت جدع التربيب نحصل على k أو اللي هو نفس وradius of geration لكن حول center أو طيب العلاقة ما بين k أو وبقية يعني radius of geration اللي هي k x و ky طبعا k square حتكون k x square plus ky square على طول نقدر نستنتج أنه k x square plus ky square تحت الجدع التربيح هذه العلاقة يعني ما بين k أو وال ky وال k x اللي حنشوف منذ منذ حين الحين حنشوف المومنت صوف نرشي أمتع أشكال دائرة نص الدائرة ربعة دائرة للبس يعني هذه كلها أشكال يعني معروفة في كل شكل بيعطينا قيمة i x وال i y أو i x dash أي y dash ويعطينا مثلا gc أو gl يعني c اللي هو نفسه center نفس الشي هنا بيعطينا i x dash وال i x هنا i x وال i y يعني في كل حالة بيعطينا قيمة طيب هذه بعض الأمثلة اللي يمكن يعني الواحد يعترضها في أحد المساء اللي يمكن يحتاجها طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقية الشابتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته